تعقيبا على الكلام اللي تقالي مبارح للأسف قد يسيقل بعض فهم ما نقوله وإن كان الموضوع والرؤية واضحة وصريحة لا لا أدافع ولا أهاجم لا ليه علاقة بدا ولا ليه علاقة بدا ومش حفضل كل مرة أعيدها لأنها بقى تغنية وبقى تدمها تقيلة لكن مفيش ما يمنع أنه نأكد على المتأكد عشان تبقى الرؤية واضحة للكل سهل قوي مبارح أطلع أقول وانتصر اتحاد الكرة المصري على النادي الأهلي ولا يعني وهزيمة نكراء فضيعة مزلة ونتخانق بقى عنديش مشكلة خاصة ونسخم في جمهور النادي الأهلي ونولع الدنيا وبقى دا كده بقى إعلام يرضي الناس يا جماعة اللي يرضي الله ويرضي ربنا إن إحنا نتكلم كلمة حق في أوضاع إحنا فاهمين كويس أو إحنا بنقول إيه الكواليس واضحة بشكل كبير جدا إنه في حالة من حالات التراضي وبين الاتحاد الكرة وما بين النادي الأهلي وبين الاندي المصرية كلها فخلينا نبقى وقفين عند النقطة دي بس وخلاص مفيش مفيش أي مجال حتى كمان إن إحنا نسخن الناس على بعضها وأنا النهاردة يعني هكسب إيه أنا مبارح لو أنا كنت طلعت قلت الجمهور النادي الأهلي رئيس النادي بتاعكم كلامه ممشيش على اتحاد الكور إيه يعني تولى عالدنيا والجمهور يسخن كلمة ليها تمن وليها حساب ليها تمن وليها حساب لذلك لازم يبقى كمان المعلومة موجودة إنه اتحاد الكورة مهند ساني بريدة في حضور السيد وزير الشاوب الرياضة مع الكابتل محمود الخطيب كان في حالة من حالات التراضي في النهاية لها إخناقة ولا هنتصر ده ولا مصر هتلعب بطولة الأمم واحنا مهتمين جدا بدا مهتمين إن احنا نمهد الطريق لمنتخبنا وللجمهور اللي لازم يبقى وراء المنتخب أما هيدهاله بإخناقة ده المنطقي يا جماعة أما هيدهاله بإخناقة ما بين الأهلي وما بين الزمالك ده المنطقي ولا المنطقي إن احنا نتكلم الكلام الصح في الوقت الصح لأنه هنتحاسب قدام ربنا وقدام ضميرنا وقدام بلدنا الأمور ما بتتوزنش كده بتتوزن بالعقل أنا لا بدافع عن الأهلي ولا بدافع عن الزمالك ولا بدافع عن اتحاد الكورة أنا بقول ما يمليه عليا ضميري واللي أنا شايفه في مصلحة بلدي اللي عجبه شايفني باتكلم كده كلمة الحق على تبغي من فوق واللي مش عجبه برضه على تبغي من فوق بس أنا حافظة لقول طول عمري اللي أنا شايفه صح من وجهة نظري عشان تبقى الروية واضحة